السلام عليكم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وعلى نبينا النبينا على آله وصحبه اجمعين. هنا بعد. في سؤال مهم جدا دي تسئل دايما من الاخوة. يتم تصوير سلسة اسطور من مخبوط. ويقال اه ما نوع الخط في المخبوط? طيب اه للاجابة على هذا السؤال. اصلا ان هذا السؤال بهذه الطريقة خطأ. يعني ان تصور عدة اسطور من مخبوط او حتى لوحة كاملة وتسأل في نوع الخط هذا خطأ. لماذا? لان في قاعدتين مهمين جدا. اه اغلب الاخوة الذين يسألون هذه الاسئلات لا يعرفونهم او ليس عندهم تصور لهذه الهتين القاعدتين. اولا انواع الخطوط كثيرة جدا جدا ليست هي الخط الفارسي والنسخ والرقعة والخط المغربي بانواعه الخمسة والسلس. لا. منواع الخطوط كثيرة جدا. اه وانا يعني وحتى على النت احيانا تنزل بعض المصاحف او بعض المقطوطات اه بفهرسة خطأ بناء على هذا الكلام. يتم النظر في بعض اله في بعض الكلمات ويقال هذا مثلا المصحف اه بخط كذا مثلا. خط السلس مثلا. وانا انتبهت لهذا اه يعني حين سألت احد الاساتذة الكرام دكتور محمد حسن البحث بمكتبات الاسكندرية في يوم من الايام وجدته مصحفا اه يعني مشهور على النت وكتب انه بخط السلس. فنظرت في بعض الحروف كما تعودنا اه مثلا الهاء ترسن في خط النسق الطريقة كذا. في خط الرقعة الطريقة كذا. في الفارسي كذا. كنا كان عندنا يعني اه يعني ورقة كان فيها بعض الطرق للتفرقة اه بين الخطوط. فسألت الدكتور محمد فقال لي هذا ليس خط السلس. لهذا خط كذا. انا مش متذكر ان كلام من سنين. وقال لي بينه وبين خط السلس اه فروق طفيفة. الى جانب ما تعلمناه في دورات المعهد بعد ذلك ففهمت ان الامر واسع. امر واسع. انا اخطب كثيرا جدا وبينها فروق طفيفة احيانا. هذا اول شيء. ثانيا وهي قاعدة مهمة جدا ينبغى ان يستصحبها من يحاول ان يعرف الخط في المخطوط. اه وهي ان كثير من النساخ ليسوا خطاطين. طيب من هو الخطاط اصلا? الخطاط هو الذي حرفته الخط او يلتزم عند الكتابة بقواعد الخط الذي يكتب به. يكتب بخط النسخ يلتزم بقواعد خط النسخ في كل الحروف. الا ما يسهر عنه البشر. هذا هو الاصل. يكتب بالرقعة يسير على قواعد خط الرقعة. وهكذا. طيب. اغلب النساخ ليسوا خطاطين امال يعني كيف يكتبون? كيف اذا كان مش خطاط بيكتب ازاي? خط يسمى يسمونه خط الممزوج او يسمونه خط المعتاد. مثلا تأتي مثلا تأتي في نفس السطر احيانا. يكتب الهاء بخط النسخ وفي اخر السطر يكتب الهاء بخط الرقعة مثلا. وهكذا. هو ليس لا يسير على قواعد الخط. هو يكتب. يكتب فقط. يكتب. عنده هو يعرف ان الهاء تكتبها كذا مثلا في خط النسخ او في خط الرقعة او لعله قد يكون في احيان لا يدري ان الهاء هذه بخط الرقعة او ما الفرق بينها وبين خط كذا. اه وان كنت لاعظم من ذلك يعني يعني اكيد يكون عندهم خلفية لكن لا يلتزم بخط معين. فيسمونه خط ممزوج او كما يسمونه ان كان له اسماء اخرى هكذا هو ينزج الخطوط في بعضها البعض. لان ايضا بعض الاخوة كان يقول تنظر في اه مثلا الحروف كذا كيف يكتبها وكيف يكتب حرف مثلا كذا وحرف كذا فستعرف ان هذا خط كذا. لا الامر ليس بهذه السهولة. الامر ليس بهذه السهولة. اه وفي نقطة اخرى ايضا. ان النسخة قد تكون ملفقة. النسخة قد تكون ملفقة. ملفقة من اكثر يعني كتبها اكثر من ناسخ. فهذا قد يكون احدهم خطاط والاخر غير خطاط او كلهم ليسوا خطاطين. وهكذا. فقصة ان تحكم على الخط. ما نوع الخط الذي في المخطوط? هذا اخر شيء تفعله. ان كنت درست الخط بطريقة جيدة وتستطيع ان تفرق بين هذا الخطوط. اصلا. ولذلك افضل ما يفعل هو ما قاله الدكتور محمد نوري على مجموعة التليجرام. او على الوصف مش متذكر. انك انبغي ان تسأل متخصص بالخطوط. رجل يفهم في انواع الخطوط. هذا افضل ما تفعله. افضل ما تفعله. واستصحاب هذه القرارة التي قلتها لتفهم الامر. لتفهم لماذا تفعل هذا. وخصة ان اغلب المساخ ليسوا خططين او كثير منهم ليسوا خططين يحل لك هذا الاشكال. وتعرف ان السؤال عن الخط بهذه الطريقة المعتادة ان تأتي بسطرين او سلاسة او لوحة او لوحتين او اكثر. وتقول من هو هذا الخط? هذا خطأ. هذا خطأ. اه والاجابة عن هذا يكون فيها مجازفة. كنا في مرة على احدى المجموعات وكان الاستاذ الفاضل استاذ حسين الزغزوقي. اه كان احد اخوة سأل عن نوع خط وانا تصرعت وقلت له من خط المغربي مجوهر او مفسوط اظن. فلما اجاب استاذ حسين قال فيه من الخط المغربي المجوهر وفيه من الخط المبسوط. يعني فكون فتع كلام استاذ حسين فصل تفصيلات لكن ما بعد ذلك هذا كلاميا. من الخطأ ان تحدد حين اذن وان تقول هذا خط المغربي مبسوط او خط المغربي مجوهر. لا. ان قلت مغربي فقط وسكت فهذا افضل. لكن التصرع كزا ومن يومها انا فهمت ان هذا الامر خطأ. حتى لما اجيب لما حد يسأل في الخط ان اجابت انا اقول له لعله خط كزا. لعله هكذا. فالامر ليس سهلا وينبغي ان تحكم ان استصحبنا كل ما قلناه. وكنت انت تفهم في الخط. اه وكنت واستصحبت هذه القواعدة فانت جيدا ينبغي ان تحكم على الخط بعد ان تنتهي من التحقيق. لتكون مررت على المغربي اكثر من مرة. ويكون رسخ في ذهنك مثلا ان هذا الخط او ان كان خطات الذي كتب هذه النسخة فهذا خطه هو كزا. او في اغلبيه هو خطك تفصل في الدراسة. تكتب الكلام بطريقة مفصلة. اما ان تحكم هكذا جزافا او بسرعة فهذا سينتج عنه خطأ. وستلام عليك بعد ذلك. اه فلا ينبغي ان يفعل هذا. وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك الشرم لا الى الا انت استغفرك واتبه عليكم. السلام عليكم اشتركوا في القناة